التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سفير مملكة البحرين لدى مصر هشام بن محمد الجودر وذلك بمناسبة انتهي فترة عمله في القهرة وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين والبناء على الزخمة في علاقات الود والأخوة التي تربط الرئيس عبدالفتح السيسي بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين من جلبه توجه سفير البحرين بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على الدعم والمساندة التي طلقها خلال فترة عمله في مصر مؤكدا على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعلاقة الثنائية مع مصر